اشتركوا في القناة بحاجة انه نكون عم نعيش الرجعة مشان هيك هاي دي وقفة رجعة عم نعيشها بالصوم اليوم بدنا نحكي عن الصلاة الصلاة هي دخول بعلاقة شخصية مع الله بس ليش الصلاة هالقد مهمة الصلاة مهمة لانه تعلمنا انه نحنا بلا الله حياتنا مقلة معنا دغري بتزول بتروح بس المشكلة انه بالخطية نحنا خسرنا هالعلاقة مع الله اذا بنرجع لخطية ادم وحوة كتير مهمة نفهم كيف انه الانسان من بعد ما خطي بلش يتخبه من الله نزع علاقته مع الله الله بالنسبة له بطل هالشخص القريب ياللي بيسمع له كلمته ياللي بيجي بيوقفه وياه وبيحتي معه صار هالشخص ياللي بعيد عني ياللي بيخوفني ياللي بالنسبة الي مدري شو بده يعمل فيي هيدا الخطية خربطت العلاقة بيني وبين الله وقتل كان الله خلقني على صورته ومثاله تكون معه تحبه تأدخل بعلاقة صميمية وقلبية معه مشان هيك توبة من اساساتها هي الصلاة الصلاة شو يعني الصلاة انا برجع بدخل بعلاقة صحيحة مع الله الصلاة يعني انا برجع بسمع كلمة الله وبعمل فيها الصلاة يعني انا بحط حيلة بين ايدان الله وبقول له لتكن مشيئتك لانه بحياتنا اليومية اللي بيصير فينا انه بنغير الصلاة وبتصير بدل الصلاة وبتصير انه انا بدل ما قال عمل ارادة الله وقال له لتكن مشيئتك بحياتي اليومية بصير Kamera لالله بتمنى عليك وبدي منك تجي تعملي ما شيئتي بتنقل بالأدوار اليوم أوقات كتير بحياتنا نحنا بننسى الأساس الأساس مش الله يعمل يلي أنا بدي إياه أساس إني أنا أعمل يلي الله بده إياه وهيدا الفرق بين الصلاة والسحر السحر هو إني أطلب من الله يعمل اللي بده إياه بينما الصلاة هي إني أنا أعمل يلي بده إياه الله مش هناك السحر بالكنيسة ممنون الصوم هو أنا أرجع أنتبه أنا عم بمشي مع الله يعني أنا بدي أعمل مشيئة الله ويسوع بقلنا كتير واضح بالإنجيل من أحبني يصنع كلمتي من أحبني يسمع لقولي من أحبني أثبت فيه ويثبت القاب فيه وهي دي فكرة الصلاة مش هناك كتير مهم إن إحنا نرجع نعمل توبة بمسارتنا بالصوم توبة عن علاقتنا المدمرة مع الله يلي نحن خسرناها خسرناها كيف؟ خسرناها وقت لنحن بطل تركيزنا على الله صار تركيزنا على حالنا على احتياجاتنا وهي دا يلي عمله يسوع إذا بدكم بالبرية يسوع وقته صلى بالبرية يجا الشيطان وجربه وقال له بعطيك كل كنوز الدنيا وكل مجده تنبصت فيها إذا بتسجد له يعني خربت علاقتك مع الله تصير علاقتك معي يسوع شو بيقول له لله وحده تسجد إياه وحده تعبد دعوة لقلنا تيرجع يعيش الرجا فينا بهذا الصوم نرجع نحب الله من كل قلبنا من كل فكرنا وبكل قوتنا ولقلو وحده نسجد ولقلو وحده نسمع وصم مبارك وعلي بركنا اشتركوا في القناة